تفقد السيد الرئيس عبد الفتح السيسي الأعمال الإنشائية لتطوير عدد من الطرق والمحاور بالقاهرة الكبرى المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن السيد الرئيس حرص على الاطمئنان من العاملين في المواقع المختلفة على سير العمل وكذا لاستماع على آرائهم مهنئا سيادته إياهم بمناسبة شهر رمضان المعظم وذكر المتحدث الرسمي أن جولة السيد الرئيس تضمن التفقد سير العمل بمحور جيهان السادات الرابط بين مناطق وسط البلد وميدان رمسيس حتى طريق الأوتوستراد فضلا عن أعمال إنشاء محور حصاب الله الكفراوي الذي يربط بين جنوب القاهرة في منطقة المعادي وحتى حي الأسمرات كنا على تعليمات السيد الرئيس التكفندم تم الانتهاء وتشغيل محور الحصابات الكفراوي بطول 9 كيلو متر وبعرض من 4 إلى 8 حرارة مرارية المحور ده فن بيبدأ من صنية الأمر الصناعي عند الشغل السلكي وبينتهي عند التقاطع مع محور الدكتور السماية الموسى وينفق الأسمرات المحور ده فندم بيأخذ القادم من مناطق الجنوب القاهرة والقادم من حلوان وطريق صليل الخر وبيهد أنه ينقله لمناطق القاهرة الجديدة ومن العاصمة الإدارية عن طريق عدة محاور محور الدكتور ساميرا موسى محور اللواء عمر سلمان وبرضه يا فندم المحور ده بيقدر ينقل القادم من الجنوب لمناطق الشرق القاهرة ومنها إلى طريق السويس ووصولا إلى مطار قاهرة الدولي ومرورا بمدينة الأمل ومدينة نصر عن طريق محور شنزو آبي وبيهد أن يأخذ القادم من الجنوب وينقله مناطق الشمال القاهرة وغرب القاهرة ومنها إلى الجيزة عن طريق امتداد محور المشير ومحور جهن السادات تبقى تعليمات سيادة كفندم تم البدء في تشغيل المحال الثالثة من محور جهن السادات اللي بتنفيذ وطارة الإسكان متمثلة في الجهاز المركز للتعمير المحور ده فندم بيبدأ من تقطوه مع شغل لطف السيد عند منطقة نفق أبو حشيش بكده فندم نقدر نقول أنه إحنا قدرنا نعمل تعدد وتنوع في المحاور للانتقال لمناطق القاهرة المختلفة بدون استخدام شبكة الطرق القائمة وخاصات الطريق الدائري وطريق الأسترات بكده فندم قدرنا أن نقلل زمن الرحلات وبالتالي قدرنا أن نرشد في استخدام المحروقات والوقود بأنواعه نحن نفتح الكبرى المعادن ومرافع المفاصل أيها فندم هو مخلوق تماما المحور نفسه فندم تماما نحن نبدأ في المنطقة المحيطة بالمحور ده فتطويل الطرق المحيطة فندم بمحور حسب الله الكفراوي عبارة عن طرق قائمة حيتم توسعتها فندم ورافع كفائتها بإجمالي أطوال 18.5 كيلو متر وبعرض من 5 إلى 8 حر مرير لكل اتجاه الطرق إنشاءة جديدة فندم هده بإجمالي أطوال 6 كيلو متر وبعرض من 5 إلى 8 حر مرير لكل اتجاه أهم طريقة فندم في الطرق المحيطة بمحور حسب الله الكفراوي هو شارع الخمسينة فندم بيبدأ من القاهرة الجديدة وطريق العين السخنة القديم مروراً أسفل طريق العين السخنة الجديد عن طريق نفع القطمية النفع ده فندم حالياً اتجاه واحد إن شاء الله هيبقى اتجاهين بعرض 5 حر مرير لكل اتجاه والشارع ده فندم هيوصل إلى تقاطع محور حسب الله الكفراوي مع الأدستراد وصولاً إلى شارع اللاسلكي وبكده فندم نقدر نقول إن احنا خلقنا محور موازي جنوب الطريق الدائري في المسافة من طريق الاتستراد مروراً بزراء المعادي إلى القاهرة الجديدة ومنها إلى العاصمة الإدارية الجديدة وبيتم برضا فندم حالياً إنشاء محاور موازية شمال الطريق الدائري زي محور الدكتور ياسر رزق ومحور الدكتورة سميرة موسى شكراً شكراً جال الحربة المقطة بصلاح ثالث مش كده؟ مش كده؟ مش كده؟ شكراً دكتورة سميرة موسى اللي بيبدأ من شارع جمال محمد علي في منطقة زهراء مدينة النصر ويتجه جنوباً في أرض المعسكر ثم بيعبر طريق المشير تنطاوي كبرى علوي ثم جنوباً وبيعبر محور الدكتور اللواء عمر سليمان كبرى علوي ثم بيتجه موازيان للطريق الدائري يعبر محور محمد علي فهمي كبرى علوي ستشار ربطاناً من الوقت ثم محور الشهيد ثم ينتهي عن محور حسب الله الكفراوي محور ده فاند تول 11 كيلو متر بطول 7 كيلو متر موازل للكورنيش المعطم والطريق الدقري حتى التقاؤه بنهاية شرق تسعة نزولا حتى طريق صلاح سلم. سيادتك برضو يا فنم صدقت على ربط محور الدكتور صلاح الشازل في مدحف الحضارات. محور آآ الدكتور ياسر رزق. بحيس يا فنم يبقى جبنا الحركة المرورية من مناطق آآ كورنيش النيل والقاهرة القديمة. وربطناها بمحور ياسر رزق. ثم نتاجه يا فنم آآ شرقا. جبنا من الغرب للشارك. بزبط كده يا فنم. وده اول مرة تشتغلوا على المقطم في المنطقة الجبلية دي. بزبط فنم. واحضر ربط المقطم من فوق. كده برضا. كده. ستك سلطقت برضا يا فنم على تطويل كورنيش المقطم معانا. فبزلك هيبقى ربطنا الكورنيش بمحور الدكتور ياسر رزق. ونيل الحركة المرورية كلها من مناطق كورنيش النيل. ثم وسط القاهرة. فشرق القاهرة فحتى القاهرة الجديدة فنم. احنا عن خلص الجزء الرابط ما بين دكتور صلاح الشازلي. تماما. وياسر رزق. احنا فنم بندق جد دراسة لطبيعة المنطقة الجبلية فنم. كنت انا قلت ندرسوا حاجة كده في جوة المقطم فوق نفسه. صبت فنم. اللي هو محور موازي تاني للمحور شرعة تاسعة. اه بصدق يندرس بند برضو ربط اللي هو آآ المحور ياسر الرزق ان احنا نوصل لحد بيه لحد جاني السجد. وجارد رسطة فنم. احنا قصة احنا لو عملنا كده هنخفف على صلاح سلم خالص. بالضبط فنم. ويبقى اي حد جاي من القلعة وجاي من السجد عيشة وكلام ده يبقى الموضوع بنسبال وسهل خالص. تماما. شرق الغربي يعني. تماما فنم. فمحور سنينة موسى فندم انت عمل عليه اربع اعمال صناعية. اولها يا فندم تقاطع. اربع كباري. اربع كباري. اه. اه. ه. كبري الاول فندم تقاطع محور الشهيدو ده تم بنسبة 100% فندم وتم تشغيله للمروريا فندم. اه. اه تاني كبريshop calling تقاطع المحور مع محور. اه. المشير محمد علي فهمي. وكان في الاول فندم كان هو اتجاه واحد بس فندم فاردة واحدة بلوبه واحدا. وسهلتك صدقت ان احنا نحرر له جميع حركاته المرورية. وبالفعل يا فندم الحمد لله فندم. عمالنا عملية توسعة. tiesا لهم جميع حركات المرورية فندم يصل اطوله المالي اتنين كيلو تقريبا ان شاء الله فندم ده يعني قبل نهاية الشهرة هيكون داخل التشغيل بإذن الله ثم يا فندم مرورا فندم كبري تقاطع المحور ساميرا موسى مع محور اللواء عمر سليمان اللي هو قدام سهلتك ده فندم فحنا بفعل بدأنا نرفع عمال الكامر بتاعته وان شاء الله فندم ضغطين بحيث ان قبل برضو بنهاية قبل نهاية الشهرة يمكن نكون داخل يعني على الايد بإذن الله فندم ان شاء الله ده فندم اهم كبري على المحور فندم مؤكبر كبري هو كبري تقاطع محور ساميرا موسى مع محور المشير طنطف الكبري ده فندم ده طريقة خاصة لانه بيعلو خط المونوريل اللي ماشي بالمشير وده خلاني مقدارش اعمل محور او اكسف النص يشيل الكبري فاضطريت انفذ بكية معدنية بطول اثنين وسبعين متر وتعتبر فندم من اطول بكيات اللي احنا بننفذها بالاضافة فندم ان انا عاليت بارتفاع الكبري لوصلت الارتفاع 25 متر يا فندم على محور المشير عشان احقق الارتفاع الامن لاعلى المونوريل فندم وبالفعل الحمد لله فندم احنا بننفذ الاعمال يعني فندم بامان جايب مننا ان شاء الله ده معدنية مخصوصة ده فندم ان شاء الله يخش معنا بنهاية شهر 5 فندم 35 خطة وزمنية نظرا لطبيعته فندم بس بازن الله احنا بننزق حاليا مع الادارة العامة المرور القاهرة عشان نبتدي اعمل تحولات المرية عشان خلال عشر تمام النهاردة هابدأ اورد الكامر المعدني اللي اعلى المونوريل وابتدي ان شاء الله فندم ارفعه تباية عنده طب انت خليلي بس هنا ارجع عندك ان ده حيربط الشمال بالجنوب بشكل جيد انتوا هنا دوانة النهاردة جاي من يعني من شارع جمال محمد علي وعايز اخش على بحور المشير اخش ازاي احنا فندم عاملين صواني بتحقق دواري الدوران بحيث ان انا اقدر فندم الف وارجع اه واخد اه يعني اخد دواري الدورانة فندم من الصواني اللي على المحور فندم وانت عامل نفس الكلام هنا وعامل صواني فندم على مصاري المحور بالكامل اقدر فندم اخد الطرق الايه العرضية اللي بالكامل دي كلها فندم طب انتوا من خلال تواجدكم هنا برضو كلام السؤال لنا من بس في حاجة شفينا ممكن نعملها احنا ده فندم تقترحوها استكملنا فندم ان احنا برضو طورنا الطريق المسل زي مشير محمد علي فاهمي ووسعناها كل الطرق اللي بندخل فيها بنوسعها لخمسة حرارة مرورية زي ما سأتك امرت طب احيث كل الطرق اللي احنا بنشتغل يمينها واشمالها بنوسع اللي موجود لخمسة حرارة مرورية ما احنا اتفقنا على حيث الكتلة دي كلها في الكامل احنا احنا متجاكل احنا متكلم وانتو ده كل ده متخطط احنا متكلم بتخطيط جديد احنا متجاكل يا فندم تبطن بره بتوجيه سيارتك في المقطع ديت احنا جينا فندم في المنطقة بتاعت قوام سيارتك لما سيارتك امرت بالربط محور حسبان الكافراوي يا فندم منطقة الاسمرات بمنطقة المؤطم والربط المنطقة دي كلها بمناطق الشرق القاهرة فندم احنا عملنا بجاري تنفيذ سيارتك صدقت الكوبل حاليا يا فندم بدأنا لسه بدين فيه دلوقتي اللي بيربط فندم محور اللي هو عمر سليمان ويعبر صنية المؤطم فندم عند شارع تسعب المؤطم عشان يربط بمنطقة حسب الله الكافراوي الكوبرى ده فندم هيحرر فعلا الزحم اللي كانت بتحصل عند منطقة المؤطم ودي نقطة فندم سيارتك كنت امرت بقى نتيجة يعني الدراسة المنطقة وانتو مرضو لدي اي حاجة تاني اول باول كده وانتو موجودين في المنطقة ابعات المقترح للهان لسه هم يعملون شكريه كلسانة والتراجئة اجلتوا لي حاجة تاني؟ شكريه شكرا جدي